في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لا سيما تلك المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني تمكن أفراد المصلحة المركزية لتحرية الجنائية بقية الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية قامت بانتحال صفة الهلال الأحمر الجزائري بهدف إنجاز عملية استيراد غير قانونية وإدخال سيلة أجنبية صنع إلى التراب الوطني وذلك عن طريق التهريب باستعمال أختام وتوقيع مقلدة لموظفين وإطارات تابعين للهلال الأحمر الجزائري والمفوضية السلامية لللاجئين الصحراويين وبيعيها بطريقة غير شرائية حيث تعمل هذه الشبكة المتكوينة من إطارات ومتعملين اقتصاديين ووكلاء عبور ومصرحين لدى الجمارك ينشطون بطريقة غير شرائية من خلال إعداد ملفات استيراد غير قانونية في شكل هبات ممنوحة للدولة الزائرية هذه الملفات تحتوي على وثائق واختام وزوارة نتائج التحقيق أصفرت على أن هذا الأسلوب تم اعتماده من طرف تجار الحقيبة أو ما يعرف بكابا من أجل إدخال بضائع أجنبية عن طريق الحويات لتهرب من الإجراءات القانونية والاستفادة من الإعفاءات الجمهورية التي يتم منحها للهلال الأحمر الجزائري اعتباراً لنشاطه الخيري وبيعها لتجار غير شرائيين دون فواتير أو وثائق تثبت العملية التجارية المدرات العملية أصفرت عن توقيف ثمانية مشتبه فيهم من بينهم امرأة فيما لا يزال ثلاثة آخرين في حالة فيراد كما تم حجز أربع حوية بميناء الجزائر قادمتين من دول أجنبية تحتوي على 510 طرد من ملابس وأحذية وحقائب مستعملة من إضافة إلى 4130 طرد يحتوي على زوية محركات 137.045 وحدة من مختلف مواد تجميل ونظافة شخصية أجنبية الصنة 1450 زوج أحذية من مختلف العالمات 666 زوج أحذية أجنبية مستعملة 4 أكياس كبيرة من الملابس المستعملة و185 حقيبة مستعملة أجنبية الصنة قيمة البضائع المحجوزة قدرت بما يفوق من 24 مليار صنة كما تم تحديد وحجز عقود ميكية لعقارات ومنقولات تشكل عائدات إجرامية لنشاط هذه العصابة بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا من أجل جيناية تكوين جمعية أسرار بغرض الإعداد لجناية جناية التزوير في محرارات عمومية بانتحال شخصية الغير والحلول محلها جنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص جنحة النصب جنحة تبيض الأموال باستعمال السهيلات التي عندها نشاط مهني وفي إطار جمع الإجرامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر